ألف وتسعمائة واربعة وسبعون شخصا لقوا حتفهم وأصيب أكثر من تسعة عشر ألف آخرين بجروح في أكثر من أربعة عشر ألف حادث مرور ثمان وثلاثون بالمئة منهم تقل أعمارهم عن تسع وعشرين سنة أي أكثر من تسعمائة شخص وإصابة أكثر من إحدى عشر ألف بجروح وهي نفس الفئة العمرية المتسببة في أكثر الحوادث المرورية بأزيد من خمسة ألاف حادث هذا ما كشفت عنه حصيلة للمندوبية الوطنية للأمن في الطرقات أكثر من نصف الضحايا هم أقل من سع وعشرين سنة كذلك هم الفئة الأكثر تورطا في حوادث الطرقات بحيث أن أكثر من ثمانية وثلاثين بالمئة من المتسببين في حوادث المرور سنهم أقل من تسعة وعشرين سنة وبخلاف السنوات الماضية فإن عدم انتباه السائقين على مستوى الأحياء سجل المرتبة الثانية من حيث أسباب الحوادث بتسجيل أكثر من ألفي حادث على مستوها لتصبح الأحياء تنافس الطرقات السريعة في حصد الأرواح والسبب في ذلك الازدحام المروري والبحث على المسالك السريعة السائقين أصبحوا يفضلون استعمال الشوارع وأزقة الموجودة عبر الأحياء من أجل ربما اختصار الطريق أو هروبا ربما مناء الازدحام احتلال الأرصفة من قبل السيارات والتجار دفع بالمشاة لمزاحمة السيارات في الطرقات وهو ما جعلها في المرتبة الثالثة من حيث أسباب الحوادث اشتركوا في القناة